سأعرض لأبناء وبناتي جانباً من ثقافة الكتاب والعترة فيما يرتبط بالمشاهد الشريفة للعتبات المقدسة لقبور أئمتنا في العراق في إيران وفي أي مكان آخر لا شأن لي بالنواصب هل يقبلون كلامي أو لا يقبلونه أنا حديثي مع شباب الشيعة لأنني إذا كنت أريد أن أناقش النواصب فإن طريقة النقاش ستكون مختلفة إنما أريد أن أعلم شباب الشيعة من أن عقائدنا قرآنية حقيقية من أن عقائدنا أسست على ثقافة العترة ولا تعبأوا بهؤلاء الجهال من المراجع الأغبياء ومن مدراء مكاتبهم الجهال السفهاء لا تعبأوا بهؤلاء عودوا إلى دين محمد وآل محمد الحقيقي عودوا إلى منهاج بيعة الغدير والذي سأعرض لكم جانبا من ثقافته في هذه المسألة في مسألة البناء على قبور أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سأبدأ من الكتاب الكريم مثل ما عودتكم دائما إنني أبدأ بالكتاب الكريم المفسر بتفسيرهم وأثني بحديث العترة الطاهرة المفهم بقواعد تفهيمهم وأبرأوا من قذارات نواصب سقيفة بني ساعدة وأبرأوا براءة مضاعفة ومضاعفة جدا من قذارات نواصب سقيفة بني طوسي سقيفة بني نجف ألا لعنة عليها ألا لعنة على سقيفتهم النجسة ألا لعنة على منهجهم القذر إنني أتحدث عن منهج حوزة النجف عن منهج المرجئة والبترية والمقصرة أعود إلى الكتاب الكريم إلى سورة البقرة إلى واقعة طالوت وكيف أن بني إسرائيل تعرضوا لظلم عظيم من طواغيت زمانهم وتحديدا من جالوت حكاية طالوت وجالوت في سورة البقرة ألم تر إلى الملأي من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أرادوا قائدا عسكريا وحاكما يحكمهم الحكاية فيها تفصيل وأنا لا أريد أن أحكي حكاية طالوت وجالوت إنما أريد أن أذهب إلى النقطة في هذه الواقعة هي التي أريد أن أتحدث عنها ما قرأته كان جزءا من الآية السادسة والأربعين بعد البسملة من سورة البقرة في الآيات التي تليها وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال هذا مقياس الملك عندهم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين حديثنا عن التابوت وبشكل موجز ما هو هذا التابوت التابوت يعني الصندوق الصندوق المقفل الصندوق المقفل الذي له باب له غطاء صندوق مقفل هو هذا التابوت لما اعترض اليهود على نبيهم شمؤيل من أنهم لا يقتنعون بطالوت ملكا عليهم فقال الذي قال ومن جملة ما قال لهم من أن آية ملكه أن يعود التابوت إليكم ما هو هذا التابوت كما قلت لكم التابوت صندوق مقفل هذا هو الصندوق نفسه الذي وضعت فيه أم موسى ولدها موسى النبي وألقته في اليم كما أوحى الله إليها في سورة طه في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة وما بعدها إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى والخطاب لموسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ماذا أوحى الله إليها قطعا عبر الملائكة أن اقذفيه في التابوت في الصندوق المقفل أن اقذفيه في التابوت ضعيه في صندوق مقفل أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني جميل هذا التعبير وألقيت عليك محبة مني أية بلاغة هنا ولتصنع على عيني على أي حال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت هذا هو التابوت نفسه صار تابوتا مقدسا بعد ذلك بتقديس سماوي بتقديس نبوي هذا التابوت بقي محفوظا عند آل فرعون عند فرعون في قصر فرعون وبعد ذلك رجع التابوت إلى موسى في هذا التابوت وضعت عصى موسى فعصى موسى تتغير هيئتها كما يريد موسى وضعت في هذا التابوت ووضع في هذا التابوت رضراض الألواح هكذا تقول الروايات إنها الأجزاء المتكسرة من ألواح الشريعة التي جاء بها موسى من الميقات فلما وجد بني إسرائيل يعبدون العجل تعبيرا عن غضبه ألقى بالألواح على الأرض وتكسرت فصارت رضراض كانت ألواحا من الصخر المرمر فرضراض الألواح احتفظ به موسى في هذا التابوت مع عصاه وفي التابوت آثار أخرى من ثيابه من آثار آل هارون الآية هكذا تقول وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم هذه السكينة هي ريح إعجازية كانت كانت إذا ما صدرت من هذا التابوت وقد قدموه في معاركهم فإنهم سينتصرون في معاركهم هم يريدون قائدا عسكريا وملكا يقودهم لحرب أعدائهم فهم بحاجة إلى هذا التابوت لأنه إذا ما قدم في القتال ووضع أمام الجيش اليهودي فإن ريحا هي السكينة تخرج منه تكون علامة لنصرة جيش اليهودي على الجيوش التي يقاتلونها هذا التفصيل مذكور في الروايات وفي الأحاديث وأنا لا أريد أن أحدثكم عن كل شيء وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى من ثيابه من شيء من آثاره وبقية مما ترك آل موسى وآل هارو فالتابوت صندوق مقفل فيه عصى موسى وردراض الألواح وفيه آثار من ثياب موسى وآل موسى ومن ثياب وأغراض هارون وآل هارون هذا التابوت كان مقدسا وقد وضعوه في أقدس مكان في معبدهم إنه قدس الأقدس بنوا له بناء خاص في المعبد اليهودي بناء خاص بطقوس خاصة وبحجر خاص وبزينة خاصة وجاءوا بأثمن الأشياء لتزيين ذلك المكان لتزيين قدس الأقدس احتراما وإجلالا وتقديسا لهذا التابوت الذي وضعت فيه أم موسى موسى حينما كان رضيعا وألقت به في اليم وكان هذا الصندوق عند آل فرعون احتفظوا به وانتقل بعد ذلك إلى موسى ووضع فيه ما وضع من آثاره وكذلك يوشع ابن نون وصيه من بعده يوشع ابن نون وضع ما وضع من آثار آل هارون ومن آثاره وصار رمزا مقدسا عند اليهودي إلى أن حدث الفساد فدخل الأطفال يعبثون في المعبد اليهودي وراحوا يعبثون في قدس الأخداس وأخرجوا التابوت وأخذوا يجرونه في الشوارع والطرقات فرفعه الله رفعته الملائكة أخذته منهم واختفى من بني إسرائيل وعدوه علامة لفشلهم ولخذلانهم فها هو نبيهم شمعيل يقول لهم العلامة الإلهية التي تؤكد من أن الله هو الذي اختار لكم طالوت سيعود لكم التابوت الذي يعرف بتابوت السكينة مثل ما قالت الآية أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إلى أي جهة أنا أقصد أنا أقول من أن الديانة اليهودية وهي ديانة سماوية كانت تقدس آثار آل موسى وآل هارون وتبني بناء عظيما هو قدس الأقداس من أقدس ما كان عند اليهود لذلك الصندوق الذي فيه ما فيه من آثار آل موسى وآل هارون الآية واضحة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ثم تقول الآية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين قطعا اليهود ماذا سيفعلون سيقدسونه بطريقة هي أعظم مما قدسوه سابقا تعبيرا عن ندمهم عن الذي صدر منهم فها هو القرآن يقرر هذا التقديس وها هو القرآن يجعل عودة ذلك التابوت آية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وفي تلك الفترة هذا الأمر جرى على يد نبي من أنبيائهم بدأت الحكاية ألم تر إلى الملئي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى بقية تفاصيل الواقعة هذا بناء على صندوق فيه شيء من آثار آل موسى وآل هارون بناء قدس الأقداس القرآن لم يعترض على هذا بل إن الله سبحانه وتعالى رفع التابوت من بني إسرائيل حينما ذهب الأطفال والصبية إلى قدس الأقداس وأخرجوه من هناك فرفعت الملائكة التابوت هذا بناء عظيم وبطقوس خاصة وبخصوصيات معينة عند اليهود ومعقدة جدا كان بناء على تابوت السكينة على الصندوق الذي وضع فيه موسى حينما وضعته أمه أمه فيه وألقته في اليم الوقت يجري سريعا لكن ني أعتقد أن اللقطة التي أردت الإشارة إليها وصلت إليكم هكذا أتمنى فهذا تقديس لصندوق لبقايا ثياب لآل موسى وآل هارون ماذا في هذا التابوت فيه سكينة من ربكم هذا الجانب الإعجازي يعني أن الله يؤيد هذا الأمر وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون هذا في الديانة اليهودية بناء عظيم هو أقدس ما في معبدهم يسمى بقدس الأقدس لأجل هذا الصندوق الذي فيه آثار 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 من آل موسى وآل هارون فماذا تقولون لأجزاء بل لكل وليس لأجزاء بل لكل يقول محمد عنها صلى الله عليه وآله في حديث الكساء لحمهم لحمي ودمهم دمي ماذا تقولون لهذا صندوق 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 وضع 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 فيه موسى حينما كان رضيعا وأخرج موسى منه وبقي ملقا في قصر فرعون لا يُعبأ به لكنه لكنه بقي محفوظا بقدرة الله بقي ذلك الصندوق محفوظا إلى أن صار عنوان قداسة وتقديس إلى الحد الذي أنزل الله فيه السكينة إنها ريح السكينة التي كانت إذا ما هبت من ذلك الصندوق انتصر اليهود في أي معركة من معاركهم حينما يقدمون تابوت السكينة ماذا في هذا التابوت بقايا خرق من ثياب أهل موسى وآل هارون كل هذا التقديس وكل هذه المباركة من الله أن جعل ريح السكينة فيه وبعد ذلك لما أهين ذلك الصندوق رفعه الله وجرى الذي جرى على بني إسرائيل من مهانة وذل وظلم وحينما نصب لهم ملكا من قبله نصب لهم طالوت آية ملكه أن يعود التابوت كي يقدسوه وقدسه اليهود بنحو مضاعف على النحو السابق وهذا شيء طبيعي إنها ردة فعل بعد ندم شديد وبعد ما جرى ما جرى عليهم من المذلة والهوان والظلم الشديد الذي تحملوه فماذا تقولون لكيانات يقول عنها محمد صلى الله عليه وآله ما أنا الذي أقول هو الذي يقول لحمهم لحم ودمهم دم في دعاء الندبة الشريف محمد صلى الله عليه وآله هكذا يقول لأمير المؤمنين أنت أخي ووصي ووارث لحمك من لحم ودمك من دم وسلمك سلم وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي وتمي حديث واحد ألا لعنة على منهج حوزة النجف ألا لعنة على هذه القذارة على قمامة حوزة النجف بحسب منهجهم حديث الكساء هذا ضعيف دعاء الندبة هذا ضعيف أيضا ألا لعنة على منهجه لحمهم لحمي ودمهم دمي صلوات الله عليهم تابوا صندوق فيه خرق وفيه بقايا سخر مرمر رخام متكسر كل هذه التفاصيل يرتب الله عليه وهذه الآيات وهذا القرآن يخبرنا كي نعتبر بها كي نتدبر منها هذا الشأن اليهودي الشأن المسيحي أذهب بكم إلى سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف لا أريد أن أحكي لكم حكاية أصحاب الكهف لكنكم تعرفون أن كلبا كان بينهم القرآن صريح من أن كلبا كان معه وحينما أغلق الله الكهف عليهم بعد رجوعهم إلى الحياة كان الكلب معهم في الكهف كلب عين نجس ولكن حين انتسب إليهم صار هذا الكلب من سكان الجنان في أحاديث أهل البيت كلب أهل الكهف سيكون في الجنة معهم ماذا نقرأ في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة الكهف وكذلك وكذلك أعثرنا عليهم بعد أن استيقظوا ليعلموا ليعلموا الناس في زمانهم الذين كانوا في نقاش طويل حول البعث وبعث الناس في يوم القيامة وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم بعدما أغلق الله الكهف عليهم هم طلبوا ذلك من الله أن يقبض أرواحهم القصة مفصلة لا مجال للحديث عنها فبعد أن أغلق الكهف عليهم مع الكلب فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم الذين ما كانوا على دين الحق هكذا قالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم وهم أهل الحق لنتخذن عليهم مسجدة ما هذا قبر أهل الكهف مع كلبهم قبضت أرواحهم في كهفهم وأغلق الله ذلك الكهف عليهم ولم يستطع أحد من الذين جاءوا لزيارتهم بعدما بعثوا إلى الحياة لم يستطع أحد أن يدخل إلى ذلك الكهف فبنوا على قبرهم هذا مسجد فهذا مسجد بني على قبر أصحاب الكهف بصريح القرآن هؤلاء أولياء وهذا مسجد بني على قبرهم والقرآن يقرر هذا لم يعترض القرآن على هذا وهؤلاء كانوا نصارى أصحاب الكهف كانوا من أتباع عيسى المسيح كانوا على ديانة عيسى المسيح إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد القرآن قرر هذا المعنى أنا لا أريد أن أحتج بهذا في ديانة الإسلام أبدا لكنني أقول في ديانة اليهود بناء على صندوق فيه فيه بقايا بقايا من خرق من ثياب آل موسى وآل هارون رضراض من رخام مكسر من صخر مكسر هذا هو الذي كان في الصندوق فبنوا عليه بناء عظيما ولما أخرج الصبيان ذلك الصندوق من ذلك البناء العظيم جرى ما جرى على بني إسرائي حكاية طالوت وجالوت والقرآن قررها وها هو القرآن يقرر هذا المعنى في ديانة النصارى أيضا فدور العبادة مساجد عند اليهود عند النصارى عند المسلمين عند اليهود زمان دينهم الحق وعند النصارى زمان دينهم الحق إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدة هناك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل واختلف المفسرون والروايات أشارت إلى جهات عديدة ترتبط ترتبط بتفاصيل ووقائعي ما جرى على أصحاب الكهف لكنني أتحدث هنا بالإجمال أعتقد أن صورة باتت واضحة عن المنطق القرآني وعن منطق الديانات السماوية أنا لا أحتج بسيرة اليهود في ديننا ولا أحتج بسيرة النصارى في ديننا إنما أقول من أن القرآن قرر لهم هذه الحقيقة أية حقيقة حقيقة توقيري وتعزيري آثار الأنبياء وتوقيري وتعزيري الأولياء حتى الكلب الذي كان منسوبا إلى أصحاب الكهف دخل في دائرة التوقير والتعزير التعزير هو التعظيم القرآن قرر هذه الحقيقة قررها في الديانة اليهودية وقررها في الديانة النصرانية مثل ما قرأت عليكم إذا ذهبت بكم إلى سورة المائدة وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل سيتبين لنا هذا الميثاق ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا هذا دين اليهود أيام صحته وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم عزرتموهم عظمتموهم التعظيم هنا بشكل مطلق في حياتهم وبعد حياتهم بعد وفاتهم بعد مماتهم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل أي إذا ما عزرتم وعظمتم أنبياءكم في حياتهم وبعد مماتهم كما كنتم تفعلون مع التعظيم مع تابوت مع تابوت السكينة مع صندوق موسى الذي فيه بقايا من آثار آل موسى وآثار آل هارون لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا الميثاق أخذ على بني إسرائيل وأخذ على بني إسرائيل ثانية أيام عيسى فالنصارى هم إسرائيليون أيضا في بداياتهم عيسى إسرائيلي والحواريون إسرائيليون والديانة النصرانية في بدايتها ديانة إسرائيلية فهذا الميثاق أخذ على اليهود على بني إسرائيل زمان الديانة المسوية الصحيحة وأخذ على بني إسرائيل أيضا زمان الديانة العيسوية الصحيحة أقرأ الآية مرة أخرى عليكم ورابطوا بين مضامين الآيات ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتم وعظمتم في حياتهم وبعد حياتهم وأقرأتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك مثل ما فعلوا بتابوت موسى بتابوت السكينة حينما أخرجه الصبية يلعبون به ويعبثون به في الشوارع والطرقات فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فرجعوا إلى نبيهم شمؤن بعد الذي جرى وجرى عليهم من كثير من المجريات أرجع الله إليهم تابوت السكينة كي يقدسوه مرة أخرى هذا هو تعزير وتقديس للأنبياء في حياتهم وبعد مماتهم إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف والحديث عن نبينا وعن أهل الكتاب دققوا النظر معي إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الأمية من أم القرى لكما يقول سفلة النجف حقراء حوزة النجف من آيات الله العظمى من أن النبي لا يحسن القراءة والكتاب وقد لعنهم الأئمة قالوا إن الذي يعتقد بهذه العقيدة كذاب وملعون باقر العلوم وصفهم بهذا الوصف وجواد الأئمة أيضا كذبوا عليهم لعنة الله كذبوا لعنهم الله كذبوا عليهم لعنة الله هكذا قال أئمتنا عن الذين يقولون من أن النبي صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة الخوعي يقول بهذا محمد باقر الصدر يقول بهذا السيستاني يقول بهذا اسحاق الفياض يقول بهذا محمد سعيد الحكيم يقول بهذا بشير النجف يقول بهذا وبقية المراجع والحكاية تبدأ من الطوس الطوس يقول بهذا أيضا في تفسيره التبيان والأئمة يقولون عن الذين يعتقدون بهذه العقيدة كذبوا عليهم لعنة الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة اليهود والإنجيل النصارى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم دقق في الآية فالذين آمنوا به منهم من اليهود والنصارى وعزروه عظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون تلاحظون أن الأوامر واحدة وأن الديانة واحدة فمثل ما أمروا في الديانة اليهودية الصحيحة وفي الديانة النصرانية الصحيحة في المواثيق التي أخذت عليهم أن يعزر الأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد مماتهم وحكاية طالوت وجالوت واضحة وحكاية بناء المسجد على قبر أصحاب الكهف مع كلبهم هي حكاية واضحة وواضحة جدا والميثاق بالتعزير والتعظيم مر علينا في سورة المائدة فها هو الكلام هو هو في سورة الأعراف عن اليهود والنصارى وعن أن دينهم لا يتحقق إلا أن يؤمنوا بمحمد ويعزروه وينصروه الآية واضحة والوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب ولا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء وإلى سورة الفتح ماذا تقول سورة الفتح سورة الفتح في الآية الثامنة والتي بعدها بعد البسملة الخطاب لرسول الله والخطاب هنا للمسلمين جميعا أكانوا في الأصل من المشركين الجاهليين أم كانوا من اليهود أم كانوا من النصارى الخطاب للمسلمين جميعا إنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لماذا والخطاب هنا للأمة لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعزروا الله وتوقروا الله وذلك وذلك كيف يكون أن نعزر محمدا وأن نوقر محمدا فمن عزر محمدا فقد عزر الله من أطاعه فقد أطاع الله من وقر محمدا فقد وقر الله أن نعزر إنا أرسل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة المضامين هي هي والحقيقة واضحة جدا خصوصا إذا قرأنا الآية التي بعد هاتين الآيتين وهي العاشرة بعد البسملة من سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله التوقير لله توقير لمحمد صلى الله عليه وآله والتسبيح له إنه التنزيه تنزيه محمد عن كل نقص هو تنزيه لله سبحانه وتعالى لأن محمدا وجه الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدهم إلى آخر ما جاء في سورة الكريمة فالتعزير والتوقير والتسبيح لله أساسا التسبيح في حق محمد أن نصلي على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معنى معنى التسبيح هو معنى الصلاة على محمد وآل محمد إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى مجموعة حلقات معاني الصلاة من برنامج الكتاب الناطق إنني وضحت كل شيء ووضعته بين أيديكم نذهب إلى فاصل أعتقد أن المنطقة القرآنية صار واضحا هذا قرآنهم المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم هذه المعلومات التي حدثتكم بها عن تفاصيل الآيات من رواياتهم وأحاديثهم الشريفة لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم هذه الأحاديث أو أن آتي بمصادرها لذا أوجست الكلام إلى حد بعيد في الحقيقة هناك الكثير من النقاط المهمة والمهمة جدا طويت كشحا عنها وأعرضت عن ذكرها لأنني أنظر إلى الموق على طاولتي يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب في هذا الموضوع المهم إنني حريص وحريص جدا على أن أوصل هذه الحقائق إلى أبناء وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن كي لا يخدعوا بهذه المزبلة وبهذه القمامة في حوزة النجف وأنتم استمعتم إلى حديث مدير مكتب المرجع الأعلم إسحاق الفياض هذا في الحقيقة هو أحسن من إسحاق الفياض يتكلم لو كان السؤال موجه لإسحاق الفياض لا نعلم ماذا سيقول دوم أقول لكم ذول ما ينطلع بيه الباب الغرفة ما ينطلع بيهم قباح هؤلاء قباح قباح إلى أبعد الحدود ذول ما ينطلع بيهم ذول الشيعة ضحكين على أنفسهم يصورون هم شيء وهم وهم هم هم أقل من الل شيء الشيعة حمير يتخيلون أن هؤلاء على شيء لا هم على شيء ولا هم شيء ولا هم لا شيء هم دون الل شيء هذا محمد جواد مهدوي هذا أكفأ من إسحاق الفياض لو كان إسحاق الفياض يتحدث لكانت الفضيحة أكبر والحال هو هو مع البقية وذاك الأعلم الذي انتخب هذا الأعلم مثل نفس الشيء الخرط هو الخرط مثل ما قلت لكم في الحلقتين الماضيتين الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي هو هذا الموجود قارنوا بين هذا المنطق بين منطق الكتاب والعترة بين المنطق الزهرائي المهدوي وبين منطق ذول المزبلة المنطق القرآني واضح صريح في أن الديانة اليهودية تبني وفي أن الديانة النصرانية تبني والقرآن يقرر هذا وكل ذلك تطبيق لتعزير الأنبياء لتعظيمهم ومثل ما أمر بن إسرائيل بأن يعزروا الأنبياء أن يعظموا الأنبياء في حياتهم وبعد موتهم الذين آمنوا منهم بمحمد صلى الله عليه وآله أمروا أيضا أن يعزروا وأن يوقروا وأن يعظموا محمدا وتعظيمنا لمحمد صلى الله عليه وآله يتجلى في تعظيمنا لعلي الذي هو نفسه ولفاطمة التي هي روحه بين جنبي ولحسن وحسين هما لحمه ودبه ولأل حسين لعطرة حسين من سجادهم إلى قائمهم هؤلاء الذين أولهم محمد كلهم من محمد المصطفى إلى قائمهم أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد كلهم محمد أولهم علي وأوسطهم علي وآخرهم علي كلهم علي أولهم فاطمة روحه التي بين جنبي أولهم فاطمة أوسطهم فاطمة وآخرهم فاطمة كلهم فاطمة إنهم أئمة الأئمة محمد علي فاطمة أعتقد أن صورة باتت واضحة بحسب المنطق القرآني ومع ذلك فإنني سأعود بكم إلى الآية السابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بناء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الديانة الديانة الإبراهيمية هي البوابة المفتوحة للديانة المحمدية فديانتنا إبراهيمية حنيفية إسماعيلية الديانة المسوية لم تنسخ الديانة الإبراهيمية لأن الديانة الإبراهيمية أعلى شأن الديانة العيسوية لم تنسخ الديانة الإبراهيمية نسخت الديانة المسوية فالديانة المسوية شأنها دون الديانة العسوية أما الديانة الإبراهيمية هي أعلى شأنا لم تنسخ بقي أوصياء إبراهيم إلى زمان محمد آخر أوصياء إبراهيم أبو طالب صلوات الله عليه وأوصياء إبراهيم كلهم أنبياء هكذا حدثونا صلوات الله عليهم لا شأن لي بخذارات النواصب وخذارات مراجع الشيعة الذين يبذلون جهدهم أن يثبتوا إسلام أبي طالب طيح الله أحظكم وحظ عقيدتكم أبو طالب وصي من أوصياء إبراهيم وكان نبيا لأن أوصياء إبراهيم كلهم أنبياء هذا هو حديث العترة الطاهرة قلت لكم لا شأن لي بالنواصب يجدون حديثي صحيحا يجدون حديثي ضالا لهم دينهم ولي ديني ولا شأن لي كذلك بقذارات هؤلاء السفلة المرجئة الأغبياء في النجا لهم دينهم ولي ديني هذا هو ديني بعد أن قرأت عليكم من أن إبراهيم وإسماعيل هما الذين بني الكعبة وهذه قضية تعرفونها لكنني أردت أن أقرأها من المصحف لأنني أريد أن أقرأ عليكم من أهم كتبنا من الكافي الشريف هذا هو الجزء الرابع من الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 211 الحديث الثالث عشر من الباب مية وثلاثة وثلاثة باب مية وثلاثة وثلاثين الحديث الثالث عشر بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يروي الرواية أبو بكر الحضرمي عن إمامنا الصادق ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن إسماعيل دفن أمه في الحجر هذا الذي يعرف بحجر إسماعيل الذي هو بجانب الكعبة ما هذا المسجد الحرام هذه الكعبة وما يحيط بها هذا هو المسجد الحرام أين دفن أمه أين دفنت هاجر أم إسماعيل دفنت بجوار الكعبة في هذا الحجر الذي حينما نطوف نطوف حوله أيضا حول الحجر حجر إسماعيل هذا هو قبر أمه هاجر في المسجد الحرام هذا الأثول مهدوي هذا الأثول يقول لفراج الصهيبي من أن حضرات الأئمة مراقت وليست مساجد حضرات الأئمة أشرف من المساجد ما قيمة المساجد حضرات الأئمة أشرف من المساجد تريليونات المرات ما قيمة المساجد المساجد لها قدسيتها بحدودها أتعلمون لماذا سأقرأ عليكم من الجزء الثالث من الكاف الشريف هذا هو الجزء الثالث من الكاف الشريف من الطبعة نفسها من الباب 214 صفحة 361 الحديث الرابع عشر عن ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه عن بعض أصحابه عن بعض أصحاب ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله إني لأكره الصلاة في مساجدهم قال لإمامنا الصادق إني لأكره الصلاة في مساجدهم في مساجد الأمويين في مساجد العباسين في المساجد التي تحت حكمهم إني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال لا تكره قطعا الإمام لا يتحدث عن كل ما يقال له مسجد الإمام يتحدث عن المساجد التي هي عند الله مساجد المساجد التي تتخذ ضرارا هذه حكمها أن تهدم وأن تحرق وأن تحول إلى مزبلة مثل ما فعل ذلك رسول الله في مسجد المنافقين فإنه قد هدم وأحرق وحول إلى مزبلة الإمام هنا يتحدث عن المساجد التي هي عند الله مساجد ولكنها تحت سلطة الظالمين فمسجد النبي كان ولا زال تحت سلطة الظالمين والكثير من المساجد تحت سلطة الظالمين مسجد الكوفة تحت سلطة الظالمين ولا زال تحت سلطة السفهاء من سفهاء الشيعة ما هو تحت سلطة المرجعية وهي مرجعية ظالمة سفيهة أيضا إني لا أكره الصلاة في مساجدهم يتحدث عن المساجد التي هي مساجد لا أن أي بناء يقال له مسجد حتى لو كان عظيماً حتى لو كان مشهوراً فقال لا تكره فما من مسجد عند الله مسجد عند صاحب الزمان يقال له مسجد حتى لو كان تحت سلطة الظالمين فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي الناس لا تعلم الناس لا تعلم ولكنها تبني مسجداً إذا كان مسجداً عند الله فإنها تبني على قبر نبي أو وصي نبي فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه دماء الأنبياء طاهرة ألا لعنة على فقه مراجع النجف الذين يقولون إن دماء محمد وآل محمد نجس لا لعنة على فقههم دماء الأنبياء طاهرة إلى الحد الذي أن الله سبحانه وتعالى يقيض أناساً كي يبنو مساجد تكون عند الله مساجد لأن رشة دم من دم نبي وقعت في تلك الأرض سلام على دمائك السائلات يا حسين ولذا فإن الله أبى أن تكون دماؤه في الأرض رفعها حيث استقرت في عالم الخلد يا حسين يا حسين يا حسين أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أضلة العرش مع أضلة الخلائق ألا لعنة على منابركم على منابر الوائلي الذي يقول بنجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده ألا لعنة على فقه السستاني وإسحاق الفياض وسائر المراجع من الخوع ومحمد باقر الصدر ومحمد الشيرازي وصادق الشيرازي وبقية المراجع الذين يقولون بنجاسة دم المعصوم فتواهم موجودة لا يضحك عليكم صادق الشيرازي فيديو منشور باللغة الفارسية حيث يكذب من أن العروة الوثقة لم تصرح بنجاسة دم المعصوم كذاب هذا عودوا إلى برامج واطلعوا على التفاصيل وعودوا إلى المصادر والكتب كذاب محرف هذا فما من مسجد بنية إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصابت الكلب بقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها فأد فيها الفريضة والنوافل وقض فيها ما فاتك حتى لو كانت تلك المساجد تحت سلطة المخالفين تحت يد الظالمين الإمام يتحدث عن المساجد التي هي المساجد عند الله وما هي بالمساجد الضراري التي حكمها الهدم والحرق وأن تحول أرضها إلى مزبلة إلى كنيف قذر فالإمام يتحدث عن المساجد التي هي المساجد حتى لو كانت تحت سلطة الظالمين تحت سلطة النواصب الإمام يقول فما من مسجد بنية إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصابت الكلب بقعة رشة من دمه فماذا تقولون عن المسجد الحرام منطق أهل البيت واحد حديث العترة واحد منهاج نقي مضيء منير ألا لعنة على منهج حوزة النجاف هذه الأحاديث ضعيفة بحسب قذاراتهم بحسب قذارات الخوعي ومحمد باقر الصادر والسيستاني وإسحاق الفياض والبقية ألا لعنة على منهجهم هذا المنهج الذي يدمر هذا الفكر وهذه الثقافة الأصيلة أعود إلى الكافي إلى الجزء الرابع إمامنا الصادق يقول إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها هذا السياج الذي وضع على قبرها لألا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر هذا السياج حول هذا المكان هذه المساحة هي قبر لهاجر ولآل إسماعيل هذه مقبرة هنا دفنت هاجر وهنا دفن إسماعيل هنا دفنوا آل إسماعيل هنا دفنوا لكن في البداية هاجر دفنت ووضع إسماعيل لها حجرا إن إسماعيل دفن أمه في الحجر الحجر يعني المكان المحجور المحجوز المسيج هذا هو معنى الحجر إن إسماعيل دفن أمه في الحجر يسمى بحجر إسماعيل دفن أمه وحجره وضع له سياجا بجانب الكعبة في وسط المسجد الحرام هذا هو المسجد الحرام وهذه الكعبة الكعبة قلب المسجد الحرام إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لألا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر الحديث الرابع عشر بسنده عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل ونحن نطوف حول البيت وحول الحجر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل أنا لجن لي بالنواصب أنا أحدثكم أنتم يا شباب الشيعة من أبنائي وبناتي هذه الثقافة الأصيلة لا تعبأوا بالنواصب وما يقولون ولا تعبأوا بمزبلة وقمامة النجا يقولنا ما عدهم وفلوس طيح الله عظك وحظ المرجع اللي نصبك وحظ المرجع اللي نصبه وسوال أعلم طيح الله عظكم جميعا الحديث الخامس عشر بسنده عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله سأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت هل هو من الكعبة فقال لا ولا قلامة ظفر ما فيه ولا شيء من البيت ولكنه يقدس لأنه قبر لإسماعيل وأمه ولشيء آخر الرواية تتحدث عنه ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن توطأ فحجر عليه حجرا بنى له سياجا وفيه في هذا الحجر قبور أنبياء القانون هو القانون ما من مسجد عند الله إلا وقد بنيه على بقعة فيها رشة من دم نبي أو وصي نبي الإمام يقول ولكن إسماعيل دفن أمه فيه في الحجر فكره أن توطأ يريد الكرامة لقبرها فحجر عليه حجرا بنى عليه بناء هذا قبر في المسجد الحرامي بجوار الكعبة وبني عليه البناء حجر عليه الحجر وصار جزء من الطواف ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن توطأ فحجر عليه حجرا وفيه قبور أنبياء في ذلك الحجر في ذلك المكان من نفس الجزء صفحة 214 الحديث السابع من الباب 134 عن المفضل عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه إمامنا الباقر يقول صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي هذا يعني قبل أن يبنى وربما بعدما بني بالنتيجة صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي قد تقولون كيف صلوا بعد البناء هم يزورون الأماكن المقدسة مثلما يزور الأنبياء كربلاء والنجف يزورون الأماكن المقدسة خصوصا إذا أردنا أن نستمر في قراءة الحديث الباقر يقول صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي وإنما بين الركن والمقام في المسجد الحرام لمشحون من قبور الأنبياء والحديث يستمر وإن آدم لفي حرم الله عز وجل آدم نقل إلى النجف بعد ذلك الذي نقله إلى النجف نوح في الطوفان آدم لم يكن متفونا في النجف منذ البداية وإنما نقله نوح إلى النجف فنوح عند الطوفان نقل آدم من قبره السابق ودفنه في النجف ونحن نسلم على الأمير وعلى ضجيعيه آدم ونوح حينما نزوره في النجف على أي حال هذه المطالب خارجة عن بحثي الآن فالإمام الباقر هكذا يقول من أنه ما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء صفحة 215 الحديث العاشر عن معاوية ابن عمار الدهني قطعا بسند الكلين عن معاوية ابن عمار الدهني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دفن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود سبعون نبيا أماتهم الله جوعا وضر هذه نماذج من أحاديثهم أنا لست في مقام الاستقصاء لكنني جئت بها من أوثق كتبنا جئت بها من الكافي أردت أن أنقل لكم الثقافة الأصيلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن أحاديثهم المفهمة بنفس أحاديثهم تلاحظون أن الأحاديث تشرح الأحاديث وكنت قاصدا أن آتي بمجموعة من الأحاديث يشرح بعضها بعضا وإلا فهناك الكثير من الروايات والأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع أردت أن أضع لبابة الثقافة الزهرائية المهدوية بين أيديكم من منطقهم القرآني بحسب الفهم العلوي إلى حديثهم في أشرف الكتب إلى حديثهم الشريف في الكافي الشريف هتعلمون ماذا يعني حين أقول لكم هذه أحاديث الكافي يعني أحاديثهم وأعتقد أن عطر محمد وآل محمد يفوح يفوح من برامج هذه القناة ليس لأني أقدمها لا قيمة لي صدقوني صدقوني لا قيمة لي لا أقول هذا للاستهلاك الإعلامي أنا واحد منكم حالي من حالكم عيوب كثيرة كعيوبكم أنا لا أجاملكم ولا أجامل نفسي إنما وفقت أن أكون راوية حديث أن أروي حديثهم الطاهرة المطهرة لكم الشرف كل شرف لهذا الكلام وليس لي وإن كان لي من شرف فلأنني أروي هذا الشرف الشرف هنا والكرامة هنا والطهارة هنا ألا لعنة على حوزة النجف إلعنوها كلما سمعتم حديثا لامس قلوبكم فاقطعوا أن مراجع النجف يضعفونه فلعنوا منهجهم إلعنوا المنهج القذرة لحوزة الطوسي هذه الأحاديث ضعيفة بحسب قذارات مراجع حوزة السفاهة والقذارة نذهب إلى فاصل رسول الله صلى الله عليه وآله أين دفن دفن في بيته لا أريد أن أدخل في هذا النقاش هل دفن في حجرة عائشة أم دفن في مكان آخر هل دفن في حجرة الزهراء هل حجرة عائشة في الجهة الشرقية من المسجد أم أنها في جهة أخرى هذه النقاشات لا أريد أن أدخل فيها لأنني أتحدث مع شبابي شيعة الحجة بن الحسن هذه نقاشات عقيمة لا نفع فيها يشتغل فيها سفهاء الوهابية مع سفهاء الشيعة لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل النبي صلى الله عليه وآله قتل في بيته استشهد في بيته ودفن في بيته إذا كانوا يقولون من أن النبي قال من أننا معاشر الأنبياء لا نورث فكيف صارت الحجرة حجرة لعائشة حتى لو كان قد دفن في حجرة عائشة ما أنتم تقولون من أن النبي صلى الله عليه وآله قال إننا معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث فكيف صارت الحجرة حجرة لعائشة فالبيت بيت محمد صلى الله عليه وآله على ما يقولون وعلى ما نقول نحن فإن البيت بيت فاطمة أتعلمون لماذا كم هي مساحة بيت النبي أنا افترضت أن مساحة بيت النبي خمسمائة متر وهي ليست كذلك هذا كثير جدا صدقوني عودوا إلى التأريخ وإلى تفاصيل التأريخ هذه المساحة كبيرة وواسعة جدا بيت النبي ما كان بهذه المساحة لكنني افترضت أن مساحة بيت النبي خمسمائة متر النبي حينما استشهد ورحل عن الدنيا ترك فاطمة عنده ولد الولد يطلق على الذكور وعلى الإناث عنده ولد عنده فاطمة بنته فاطمة فإذا كان الزوج المتوفى عنده ولد أكان ذكرا أم أنثى فحصة زوجته إن كانت زوجة واحدة أو حصة زوجاته إن كنا أكثر من واحدة الثمن حصة زوجة من الميراث إن لم يكن للزوج من سلالة من ولد ليس عنده لا بنت ولا ولد ذكر فحصة زوجة الرب إذا كان عنده ذرية فحصة زوجة الثمن النبي حين استشهد كان عدد نسائه تسعا توفي واستشهد مسموما عن تسع نساء الآن قسموا خمسمائة متر على ثمانية كي نستخرج الثمن ثمن الخمسمائة اثنين وستين متر مربع ونصف المتر هذا إذا كان بيت النبي بهذه المساحة خمسمائة متر مربع وهو ليس كذلك ليس كذلك لكن إذا كانت مساحة بيت النبي خمسمائة متر مربع الآن نريد أن نقسم الميراث على قولهم أنه لا يوراث فليس لعائشة ولا غير عائشة من نساء النبي من ميراث في بيته لأنه لا يورث على قولنا نحن من أنه يورث فالثمن لنسائه وعدد النساء تس استشهد ورحل عن الدنيا عن تسع نساء نقسم خمسمية على ثمانية حتى نستخرج الثمن الثمن اثنين وستين ونص متر مربع الآن نقسم اثنين وستين ونص متر مربع على تسعة تطلع حصة كل زوجة ستة أمتار و أربعة وتسعين سنتيمتر مربع أقل من سبعة أمتار فوين صارت غرفة عائشة يا عائشة يا بطيخ هذا إذا كان بيت النبي خمسمائة متر مربع هذا بيت فاطمة البيت أساسا بيت محمد ورثته فاطمة فاطمة كرما منها تركت نساء أبيها في البيت هذا بيته فاطمة الكريمة العظيمة قطعا لن تترك زوجات أبيها من دون سكن فسمحت لهن بالسكن في نفس المكان ولكن ملكية البيت لفاطمة الحسن لما أراد أن يدفن في بيت أمه وعائشة منعت دفنه لأن السلطة معها ودفن بعد ذلك في البقية بحسب وصيته إن منعوا دفنه في بيت أمه فاطمة الذي هو بيت النبي أبو بكر وعمر دفن غصبا من دون رضا ورثة صاحبة البيت فهذا البيت تنتقل ملكيته إلى الحسن والحسين وإلى أمير المؤمنين بعد مقتل فاطمة ميراثها ينتقل إلى زوجها وأولادها فهذا البيت لعلي والحسن والحسين وزين أبو بكر دفن من دون إجازة من هؤلاء لأنه دفن بعد مقتل فاطمة وعمر دفن من دون إجازة من هؤلاء عمر أخذ الإجازة بحسب صحيح البخاري من عائشة البيت ما هو ببيت عائشة لما خرجت عائشة على بغلتها حين جاء الهاشميون يحملون نعش الإمام الحسن وقالت لهم أني لا أريد أن يدخل في بيتي من لا أحب أنها لا تحب الحسنة قطعا لا تحب الحسنة هذا شيء طبيعي فماذا قال لها ابن عباس يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت تجملت يشير إلى واقعة الجمل تجملت تبغلت والآن ركبت البغلة ولو شئت تفيلت وربما في يوم من الأيام ستركبين فيلا يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت لك التسع من الثمني وبالكل تملكت هذا هو الذي أتحدث عن حصة عائشة ست أمتار و أربعة وتسعين سنتمتر مربع إذا كانت مساحة بيت النبي خمسمائة متر مربع وهو ليس كذلك إذا أردنا أن ندقق في الخرائط الآثارية وفي الأوصاف التأريخية وفيما يعرفه أهل الخبرة من أهل المدينة إذا جمعنا كل هذه المعلومات فإن مساحة بيت النبي بكله مع بيت علي وفاطمة الذي كان جزءا من بيت النبي مع بيت علي وفاطمة لن تصل المساحة إلى ثلاثمئة متر مربع هي أقل من ثلاثمئة متر مربع لن تصل إلى هذه المساحة لنفترض أن المساحة ثلاثمئة متر مربع نقسمها على ثمانية نقسم ثلاثمئة على ثمانية الثمن حصة النساء تدرون إيش قد يطلع ثمن ثلاثمئة متر سبعة وثلاثين متر أو نص متر مربع سبعة وثلاثين ونص متر مربع نقسم سبعة وثلاثين أو نص على تسعة تسع نساء سبعة وثلاثين ونص تقسيم تسعة أربع أمتار وستعش سنتيمتر هذه حصة عائشة أربعة أمتار وستعش سنتيمتر مربع هذه حصتها فأين كانت تعيش وأين دفن أبوها في حصتها وأين دفن عمر بإجازتها من هنا هذه الروايات التي تقول عن الإمام من أنه سيخرج الرجلين هذا هو صاحب البيت ومن حق صاحب البيت ومن حق صاحب الأرض إذا ما جاء أحد ودفن فيها ميتا من دون إجازته من حقه أن يخرج ذلك الميت من قبره من حقه فهذا البيت بيت فاطمة والذي يرثه الآن صاحب الأمر يريد أن يسمح لهما الأمر إليه يريد أن يخرجهما من قبريهما الأرض أرضه وهو الوارث الحقيقي البيت بيت فاطمة وهذا هو وارثها هو الحجة بن الحسن إلى أين أريد أن أصل أريد أن أصل من أن النبي أوصى أن يدفن في بيته من أنه يدفن حيث تقبض روحه الطاهرة قبضت روحه الطاهرة في بيت علي في حجرة فاطمة وليس في حجرة عائشة فقد فاضت روحه الطاهرة في حجر علي وأين كان علي هل كان في حجرة عائشة كان في حجرة فاطمة وبالنتيجة أنا لا أريد أن أدخل في هذا النقاش هل دفن في حجرة عائشة أو في حجرة فاطمة البيت كله بيت فاطمة من أوله إلى آخره وحصة عائشة إذا كانت المساحة ثلاثمائة متر مربع حصة عائشة أربع أمتار وستعس سنتيمتر وفاطمة هي التي سمحت لنساء أبيها أن ينتفعن من بيتها فهذا البيت بيتها وهو ميراثها صلوات الله وسلامه عليها ولابد أن تنتقل الملكية ميراثا إلى علي والحسن والحسين وزينب إلى عائلتها إلى زوجها وذريتها وهكذا تنتقل الملكية حتى تصل إلى الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه غاية الأمر النبي ما قال لهم اتفنوني في المقابر قال لهم اتفنوني في بيتي أساسا هو البيت بناء النواصب يبنون على قبر أبي بكر وعمر ويزورونهم ويكتبون لهم زيارات إذا ما ذهبتم إلى المدينة هناك زيارات مطبوعة مكتوبة هم نسجوها لزيارة أبي بكر وعمر ولزيارة عثمان الذي لا يعرف قبره شخصوا له قبرا ولكن لا دليل على ذلك على أي حال لجأن لنا بهذه التفاصيل هذه التفاصيل خارجة عن الموضوع يبنون على قبري أبي بكر وعمر ويعترضون على البناء على قبور آل محمد ما هو قبر أبي بكر عليه بناء وقبر عمر عليه بناء قبر رسول الله أيضا عليه بناء وبناء ضخم لأن النبي أساسا هو أوصى أن يدفن في بيته والبيت بناء هذه هذه هي وصية النبي من أنه يدفن في بيته والبيت بناء أساسا البناء كان موجودا قبل استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عالم أن هذا البيت سيلحق بمسجده فهل يخفى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله فلماذا فعل رسول الله هذا ما هي القضية واضحة جدا وواضحة للجميع أنا لا أريد أن أناقش النواصف النواصف يرون الحقيقة بأم أعينهم ويقفزون عليها ولا شأن لي بهم أهلها لعنت الله عليهم من أولهم إلى آخرهم أنا حديثي مع أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن كي يقارنوا بين منطق الثقافة التي يتعلمونها من قناة القمر وبين منطق مكاتب مراجع القمامة في النجاث نذهب إلى فاصل في كامل الزيارات وهو من أوثق كتبنا الشريفة إنها أحاديثهم هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب الثامن والثمانون حديث طويل عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه حديث قدامة ابن زائد عن أبيه عن السجادي زين العابدين صلوات الله عليه حديث طويل ينقله عن عمته العقيلة عن عقيلة بني هاشم حديث المثاق حديث العهد المعهود من رسول الله صلى الله عليه وآله والذي جاء فيه العقيلة تقول لإمامنا السجادي متى في الحادي عشر من شهر محرم في السنة الحادية والستين من الهجرة لما خرجوا بهم أسارة العقيلة تتحدث مع السجادي عن قادم الأيام كي يصل هذا الكلام إلينا وينصبون لهذا الطف علما يقيض الله لنصرة الحسين من الشيعة بعد استشهاده فيفعلون هذا الذي يفعلونه ماذا يفعلون وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر هؤلاء من أمثال قناة وصال وأشباهها وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوة ألفتوا أنظاركم إلى هذه الكلمة وينصبون لهذا الطف علما علما لقبر أبيك لا كما يقولون لكم علما تشير إلى معنى معنوي العلم ماديا قبل أن يكون معنويا أتعرفون ما معنى علم في لغة العرب العلم العلم في لغة العرب الجبل العالي عودوا عودوا إلى كتب اللغة العلم في لغة العرب عودوا إلى القواميس العلم في لغة العرب الجبل العالي الممتد امتدادا طويلا الجبل الكبير العالي هذا هو العلم 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 البناء العالي الضخم العلم العلم العلامات العالية التي توضع في أرض المتاهات العلم في لغة العربي سارية أو بناء أو منارة عالية توضع النار في رأسها بالضبط كالف النار الذي يوضع في الموانئ وفي الخلجان وعند المضائق في البحار كي تهتدي السفن والبواخر طريقها الف النار هو علم أجواد العربي كانوا يضعون في الليل أعمدة عالية أو بناء عاليا ويسجرون النار على رأسه مثل ما يقولون فلان نار على علام هذه حقيقة مادية كانت توضع سارية عالية أو يبنى بناء عال ويضع على رأسه مكان تسجر فيه نار كبيرة كي يرى المسافرون كي يرى المتحركون في الصحاري والبوادي تلك النار كي يقصدوا ديار أولئك الأجوات للطعام للمنام للراحة للوصول إلى مبتغاهم هكذا كان يفعل أجواد العرض فالعلم هو ما على وارتفع وصار واضحا وشاخصا ومشخصا ومميزا عند البعيد قبل القريب البعيد يراه والقريب يراه والكلام واضح وينصبون لهذا الطف علما ما قالت لأهداف أبيك لقبر أبيك ما قالت لأبيك حتى يكون المعنى معنويين العقيلة دقيقة في كلامه ما هذه بنت علي كما كانوا يقولون عنها الذين ينصتون لخطاباتها العاشرائية يقولون كأنها تفرغ عن لسان أبيها تعبير جميل جدا هؤلاء الأعداء يقولون يقولون هذه بنت علي كأنها تفرغ عن لسان أبيها يعني بالضبط كأنه هناك أنبوبة هناك أنبوب هذا الأنبوب واصل من لسان علي إلى لسانها هناك لينك هناك أسلاك ممتدة من لسان علي إلى لسانها كأنها تفرغ عن لسان أبيها كأنها حنفية وقد ربطت إلى بئر إلى عين فوارة بالماء وهذه الحنفية تجري تنقل الماء من تلك العين إنها العيون الصافية عيون عليا التي أمرنا أن نغترف منها وأن نغتسل منها والتي هجرها سفلة حوزة الطوسي من آيات الله العظمى وذهبوا باتجاه العيون الكدرة القذرة كي يكرعوا فيها وضللوا أجدادنا وآباءنا وضللونا نحن أيضا هم ضالون وأضلون معهم ألا لعنة على عيونهم الكدرة القذرة ألا لعنة على كتبهم وعلى حوزتهم وعلى منهجهم وعلى دينهم وعلى عقيدتهم وعلى فقههم وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك للقبر يبنى له البناء العالي ما هو على قبور أئمتنا قليل 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 يفترض بالشعة في مثل هذا العصر ومع هذه الإمكانات أن يكون البناء على قبور أئمتنا أعظم بكثير من هذا الذي هو موجود الآن وينصبون لهذا الطف عالما ليس لأبيك لقبر أبيك فأبوك ما هو في القبر هل الحسين في القبر وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك إذا كان دمه سكن في الخلد دمه الذي تساقط منه وهو على قيد الحياة سكن في الخلد وهذا جزء منه فما بالكم بحسين نفسه صلوات الله عليه وماذا نقرأ بعد الحلقة صارت طويلة الذي أتعبه الحديث لينتقل إلى قناة أخرى من قنوات المرجعية الرشيدة بل كي شوفوا لكم واحد منها المطاية أضحكوا عليها شوية ارتاحوا ورجعوا بعدين شوفوا لكم مطي منها المطاية لابسنا عمامة سودة بيضة من أجواء المرجعية شوفوا شيقوا لضحكوا شوية عليها وارجعوا بعد ذلك في الجزء الحادي والأربعين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 287 الحديث التاسع عن إمامنا الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين أمير المؤمنين يقول كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين أمير المؤمنين وكأني وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان هل نستطيع أن نتصور أن قبر الحسين أرض خالية وحوله قد شيدت القصور وتحركت المحامل باتجاهه من الكوفة وسار الناس إليه من الآفاق هل يمكن أن يتوقع هذا المعنى لا بد أن يكون بناء عظيما ولا بد أن يكون أعظم من كل بناء كان موجود في زمان أمير المؤمنين هذا الحديث في زمان أمير المؤمنين فلا بد أن يتصور المتصور حين سمع أمير المؤمنين يتحدث بهذا الحديث لا بد أن يتصور بناء ضخما لقبر الحسين بناء هو أعظم من كل البنايات التي كانت في زمان أمير المؤمنين فالأمير يتحدث عن قصور تشيد حول قبر الحسين فلا بد أن قبره أعظم من تلك القصور هذا هو الذي يفهم من السياق والإمام في مقام تقرير وفي مقام مدح للمحامل التي تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين وفي مقام مدح للشيعة الآتين من الآفاق خصوصا وهو يحدد الزمان وذلك عند انقطاع ملك بني مروان هذا كلام في زمان أمير المؤمنين وأمير المؤمنين هو الذي اشترى أرض كربلاء وأوقفها للحسين ولزواره الروايات عندنا هكذا تقول إبراهيم قبله جده اشتراها أيضا الحسين أيضا اشتراها أنا لا أريد أن أحدثكم عن هذا الموضوع ففيه الكثير من التفاصيل الحسين حين اشتراها سمح للذين اشترى منهم الأرض من القبائل التي كانت قاطنة في تلك المنطقة سمح لهم باستثمارها واستعمالها وزراعتها والبناء فيها ولكن اشترط عليهم أن لا يؤذوا زواره فالحسين يخطط لبناء قبره من الآن اشترط عليهم هذا الشرط الحكاية طويلة ماذا اذكر لكم وعن اي شيء سأعرض هذا المطلب مطلب كبير جدا هذا الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار لشيخنا المجلس الطبعة هي هي صفحة مية واربعة عشر رقم الحديث ستة وثلاثين هذه المرة إمامنا الرضا يحدثنا عن إمامنا السجاد عن آبائه عن الإمام السجاد الرواية السابقة حدثنا إمامنا الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين التي جاء فيها ذكر المحامل التي تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين رواية السجاد تذكر فيها الأسواق في الرواية السابقة لم تذكر الأسواق وإنما ذكرت المحامل في هذه الرواية تذكر الأسواق ولا تذكر المحامل إمامنا السجاد يقول كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان هذا الكلام حتما قاله الإمام السجاد حينما رجع إلى كربلاء في الأربعين حتما حدث الشيعة بهذا الحديث يخبرهم عن عاقبة قبر الحسين عن عاقبة أرض كربلاء وذلك عند انقطاع ملك بني مروان ليس في الحكم الأموي الأول وإنما في الحكم الأموي المتأخر في أواخر عصر الغيبة الطويلة كما يظهر من الروايات فبعد الأمويين في العراق يأتي العباسيون وبعد العباسيين يكون الزمان قريبا من عصر ظهور الحجة بن الحسن هذا هو الموجود في رواياتهم وأحاديثهم وأنا أخبركم عن خبرة لا كما يسربت إسحاق الفياض ويصدر في فتاواه التضريطية من جهالاته وهو يحدث الشيعة عن علامات الظهور وشؤون الغيبة وأمثال ذلك من الخريط الذي مر علينا في الحلقات المتقدمة ما أحدثكم به هو الموجود في رواياتهم وأحاديثهم وكتبهم الإمام السجاد هنا يحدثنا عن قصور وعن أسواق وعن جموع من البشر تأتي قاصدة من الآفاق إلى الحسين فهل نتصور أن قبر الحسين تراب مثل ما يريد أن نواصب الأنجاز والإمام هنا في مقام المدح وفي مقام التقرير والمضامين واضحة وصريحة وجلية نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان تعالوا أعرض لكم أمثلة من أجواء الزيارة في ثقافة العترة الطاهرة إذا ما ذهبتم إلى باب الاستئذان حينما نستأذن لزيارة مراقدهم وحضراتهم المقدسة في مفاتيح الجنان ويوجد في المزارات الأخرى ما هو أكثر من هذا لكنني دائما أأخذ مفاتيح الجنان لأنه متوفر في بيوتكم هذا لون من ألوان الاستئذان حين نقف على أبواب حضراتهم المقدسة عند زيارة رسول الله وعند زيارتهم اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك إلى آخر الاستئذان ما حندي وقت كي أقرأ الاستئذان كاملا اللهم إني وقفت على باب من أبوابي بيوت نبيك هناك باب هناك بناء وهذه الثقافة لم تنشأ من فراخ حتى إذا افترضنا أن الدعاء هذا لم يرد عن الأئمة وهذه الأدعية وهذه الزيارات لم ترد عن الأئمة لكنها نشأت في أجوائهم في ثقافتهم من عمق ما وردنا عنهم إمام إمام زماننا في عصر الغيبة الطويلة في الغيبة الكبرى هناك الكثيرون من الشيعة ممن وفقوا للقائه في هذه المشاهد الشريفة يأتي زائرا وحينما يوفقون للزيارة معه يجدون أن الإمام يلتزم بآداب الزيارة من الاستئذان عند الباب هو يريد أن يعلم الذين يزورون معه هناك العديد من الحوادث كان في نية أن أورد بعضها لكن وقت الحلقة صار طويلا وطويلا جدا هناك العديد من الحوادث التي على الأقل بالنسبة لي لا أكذبها أعتقد بها أصدقها وأنا لست خرافيا أنا حين أصدق بشيء لا بد أن يكون قد وصل إلى يدي وسقط في يدي من القرائن ومن الحقائق ومن الوثائق التي تجعلني أصدق بما أصدق به ليس مهما هذا اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك فهناك باب وهناك استئذان هناك بناء أما في الاستئذان الطويل المفصل اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها تعابير دقيقة اللهم إن هذه بقعة البقعة تقال للأرض المبنية وللأرض غير المبنية اللهم إن هذه بقعة البقعة قد تكون أرضا مبنية قد تكون أرضا خرابا خالية قد تكون أرضا مزروعة قد تكون أرضا بورا لا زراعة فيها البقعة الأرض اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها العقوة تلحق بالبناء إنها ساحة البيت ليس هناك من عقوة إلا وهناك بناء البقعة أرض قد تكون مبنية قد تكون مزروعة قد تكون خالية من البناء قد تكون أرضا بورا لا زرع فيها لكن العقوة لابد أن تكون ملاصقة للبناء فناء البيت يقال له العقوة ساحة البيت التي تجاوره وتلتصق به يقال لها العقوة إذن هناك بقعة انتقلنا بعد ذلك إلى مساحة ملاصقة للبناء وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها معالم جمع لمعلم يعود بنا إلى العلم معلم هو المكان الذي ينصب فيه العلم معلم مفعل والمفعل يكون اسم مكان يكون اسم زمان يكون مصدرا ميميا دالا على الحدث لا أريد أن أدخل كثيرا في تفاصيل الصرف واللغة والبلاغة الحلقة صار طويلة اللهم إن هذه بقعة مساحة واسعة هذه تكون سابقة للعقوة فالعقوة العقوة الصحن صحن الحرم الحسين المفتوح الذي يكون بلا سقف الآن سقف الصحون ولكن حينما كان مفتوحا هذه العقوة وبناء الحرم الحسين هذه المعالم المعالم هي المكان الذي تنصب فيه الأعلام والأعلام البنايات العالية الواضحة التي ترى من بعيد ومنائر الحسيني وقبة الحسيني ترى من بعيد ومنائر حيدر في النجف ترى من بعيد وقبة المرتضى شاخصة من بعيد ومنائر الرضا في طوس ترى من بعيد وقبة السلطان في طوس ترى من بعيد اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها إلى أن يقول الدعاء ووفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم قد يكون المكان ليس مبنيا لكنه يكون موطئ أقدامهم لكن ماذا تقولون ونفوسنا تحوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم مجالس وعرصات وكأننا نخاطبهم هذه بنايات بنايات اللهم فأذلنا بدخول هذه العرصات من أين ندخل ندخل من الأبواب بدخول هذه العرصات ووفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين أبواب عامرة كيف تكون الأبواب عامرة ما لم تكن البنايات التي بعد الأبواب عامرة هل هناك باب يضع لوحده ماذا نحن في حالة نحت سريالي مثلا ماذا الهراء الباب العامر كناية عن البناء العامر ووفقنا ووفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات سلام على محمد وآل محمد هذه الحقائق كالطوفان كالطوفان هذه ثقافة الكتاب والعثر حينما نخاطب الحسين في الزيارة الرجبية والشعبانية الزيارة المخصوصة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان نخاطبه أشهد أنك طهر طاهر مطهر يا حسين من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك يعني كل هذا والحسين خرابة أي منطق هذا طهرت وطهرت بك البلاد البلاد عامرة طاهرة بك وطهرت أرض أنت بها البلاد هنا العراق والأرض كربلاء والحرم هو الحرم حرم الحسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك وماذا نقرأ في زيارة أخرى إنها الزيارة الثالثة من زيارات الحسين الزيارة الشعبانية نخاطب الحسين هكذا أشهد أن هذه التربة تربتك وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع مصرع بدنك هذا التفصيل يشير إلى بناء أشهد أن هذه التربة تربتك فإذا كان الكلام عند أرض خالية فما معنى وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع مصرع بدنك إلى آخر الزيارة الشريفة ماذا نقرأ في وداعي زيارة العيدين أتحدث عن عيد الفطر وعيد الأضحى من زيارات الحسين هكذا نقول للحسين السلام عليك يا مولاي السلام مودع لا قال ولا سئم فإن أنصرف فلا عن ملال وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين يا مولاي لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك وماذا بعد ورزقني العودة إليك وماذا بعد والمقام في حرمك والكون في مشهدك هناك حرام هناك مشهد هناك مجال للإقامة في هذا الحرام الحرم كربلاء هنا والمشهد هو حرم الحسين الخاص هو قبره الشريف وما يحيط به من البناء هذا هو المشهد والحرم هنا كربلاء والمقام في حرمك أن أقيم في كربلاء والكون في مشهدك حينما أزورك يا حسين هذه المضامين موجودة عند الحسين وعند غير الحسين من الأئمة وحتى لو قال قائل عبثت الأيدي بهذه النصوص وعبثت الأيدي بهذه الآداب والبعض منها الشيعة أنتجته حتى إذا أردت أن أقبل ذلك وهو ليس كذلك ولكن افتراضا أقبل ذلك ماذا تصنعون بنص الزيارة الجامعة الكبيرة هذا نصهم صحيح لا شأن لي بقذارات مراجع النجاف فسندوا الزيارة ضعيف عندهم لا شأن لي بقذارات علم رجالهم ليذهبوا إلى الجعيم ألا لعنة على منهجهم هذا النص نص صحيح قطعي كامل عن إمامنا الهادي علمني ابن رسول الله إنه موسى ابن عبد الله النخعي يقول لإمامنا الهادي علمني ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم ماذا قال له الإمام الهادي مباشرة فقال إذا صرت إلى الباب فقف وقل كذا وكذا الإمام هكذا يقول إذا صرت إلى الباب فقف ثم ماذا يقول وأنت على غسل فإذا دخلت ورأيت القبر دخلت إلى ميناء فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل ثم امشي قليلا امشي قليلا في داخل البناء وعليك السكينة والوقار وقارب بين خطاك إلى أن يقول ثم ادن من القبر إلى بقية تفاصيل الزيارة هذه التفاصيل تحدثنا عن بناء عن أبواب عن حرم عن مشهد الحلقة صارت طويلة صدقوني بقي عندي كلام كثير لكنني سأكتفي بهذا